أنا اليوم بحكي كنت مع صدام عن فكرة زيت الزيتون المنكة أوكي وأدي أنا بحب أعمل زيت الزيتون مع التومي وخصوصاً للأشخاص الذين عندهم مشاكل بالكوليسترول وبدوهم يضبطوا مستويات الكوليسترول بالدم بس القارليك كونفي وهو زيت الزيتون مع التومي بنطبخهم لفترة تقريباً ممكن نص ساعة على النار أوكي لو تشوف كم مرة جربت لحديت ما ضبط أول مرة حطيت زيت كثير وكم حبت التومي إنقلت الزيتون معين يعني سار لوني بني ح Gröب هاي تيك وين تيك وين حطيت 50 و50 يعني 50 زيت كثيرée بدون gli grass كل تجربة كانت 22 في حب الزيتون يعني لاِكمā قليلة فأنا لم تكن الفكرة أنها كمية قليلة، كانت التجارب كثيرة، لكن كل تجربة كانت بـ 25 حب التومي، ليس كمية قليلة لكن بعد ذلك ظبطت الوصفة كيف أن أضع كمية قليلة من الزيت، وضع فيهم تومي، وبعد ذلك كيف تقوم بعمل الغاز؟ حسنًا، جربتها في دوتش أوفن صغير أو التناجر الحديد، وضعتها في الفرن حسنًا، جميلة الفكرة، أعطينا الوصفة درجة حرارة 90، فقط زيت في عرق روزماري، وضعته في تومي مقشرة وغطيها في دوتش أوفن صغير أو طنجرة حديد، وضعتها في الفرن درجة حرارة لا يجب أن تنفع حديد؟ لا، يجب أن تكون حرارة حرارة ثم يجب الحديد، لماذا؟ يجب أن توزع الحرارة بشكل متساوي، لا يصفي من تحت حامي أو من فوق، لا، عرفتها؟ جميلة الفكرة هذه هي أسكا، جاربيها لأنه لو ترى التوم كيف كان يتطاير في البيت، أنه ينقلي غير تكشير التوم، تنظيف الغاز بعدها، هذا مشكلة لكن النتيجة كانت تشهي، لكن أحبت المعلومة أنه معنا فقط ثلاث أسابيع للزيت المنكة؟ نعم، أي زيت زيتون تنكهي، يجب أن يحفظ في التلاجة، وماكسماً أسابيع يكون خلاص خلاص والله، معلومة المهمة، أنا لم أكن أفعل ذلك بصراحة، كنت أخليه بره، ولم أكن أضعه في التلاجة، وكنت أخليه أكثر من ثلاث أسابيع لا، أخيراً لأنه يضع فيه أعشاب، ويضع فيه تومة، حتى يضع فيه بارتكالي، ستعفن سوف تخلص فيها بكتيريا حسناً، حسناً، لدي كثير أسألة لك، جاهزة هاتمي سأتسلم عليك أيضاً، هل زيت زيتون يؤدي إلى السمنة؟ أبداً لا، هذا سؤال كثير فطفاض، حسناً زيت زيتون يعتبر من الزيوت الصحية جداً التي يستخدم الجسم بطريقة مختلفة نفس السعرات الحرارية، أنا بأخذها من الكنولا أويل، 45 سعرة حرارية للمعلقة الصغيرة، 90 أو 120 سعرة حرارية للمعلقة الكبيرة قد أن أمفلتها، ونفس الشيء بأخذه من زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون يحتوي على أوميغا 3، أوميغا 6، أوميغا 9، مونوانساتشوريتد فاتي أساتز، أحماض أمنية، أحادية التسلسل، الجسم بيقدر يستخدمها بطريقة سريعة، ويستخرج منها الطاقة، ويغلب فيها الخلايا الموجودة عندي بالدماغ، ويجدد الجريماتر حول الدماغ، ويحسن من نواقل الكوليسترول الجيد، ويخفض من نواقل الكوليسترول السيء، الكانولا أويل نفس الشيء فيه سعرات الحرارية، ولكن شبه معدوم الفوائد الغذائية مقارنة مع زيت الزيتون، زيادة استهلاكنا من أي شيء بكميات كثير كبيرة، بأدي إلى سمنة، أخذت كل يوم معلقة زيت الزيتون الصبح على معد فاضي، مع وشبة تفتور، رائع، حسن من خسارة الوزن، ولكن الأشخاص اللي بيبالغوا بالموضوع بيقولك أنا بشرب كاسة زيت الصبح، لا، ما في داعي، وهي بس سعرات حرارية إضافية السؤال الثاني، هل زيت زيتون مفيد للبشرة؟ طبعاً، أحد أهم العناصر الغذائية لنحن نبني الخلايا الموجودة عندي بالوجه وبالبشرة هي الدهون، يعني أصلاً الخلية مصنوعة من خلايا دهنية، الدهون تتجمع مع بعضها والماء بتتجمع مع بعضها بالخارج، فنحن نحتاج دهن لنعزز الدهون الصحية الموجودة عندي بالخلايا ونرجع نعيد تجديدها ونعملها بوفينج، يعني يعني هي تصير هيكاً زي، بالضبط منتفشة، أكزاكي، أكزاكي، ندهن الوجه بزيت زيتون أبني هو صغير، كنت أحط له زيت زيتون، أفكرة على جسمه، بشكل كامل، ما كنت أستخدم ولا مستحضر غير زيت الزيتون، رهيب، طيب، هل عدم أكل زيت زيت زيتون، له تأثير في وجع المفاصل؟ نداعاً تسعل؟ هلأ، زيت زيت زيتون؟ طبعاً، تعرف دايماً في عندي أشخاص ريلايف سيناريوز بيجوا عندي على العيادة، رجال كبار بالعمر أو سيدات كبار بالعمر واتبعنا فكرة أنه نحن ناخد معلقتين طعام أو معلقة طعام الصبح بكير من زيت الزيتون على معدة فاضية وتأثيرها على المفاصل وبقدر أحكي لك بـ 70% من الحالات شبه اختفى أوجاع المفاصل شريطة أنه الشخص ما يكون بعاني من البدانة وزيادة بالوزن يعني ما زال المسبب موجود على المفصل وعم بيضغط عليه البدانة وزيادة الوزن ما رح يتشافى ولا يتعالج المفصل ولكن بالحالات الطبيعية فيه بيكون عندي تآكل بالمفصل وهذا التآكل بيأدي إلى الالتهاب بيرتفع عندي سيري أكتف بروتين بروتين الالتهاب عندي بالجسم اللي الأوميغا ثري الأوميغا سيكس والأوميغا ناين تبعون الزيت الزيتون بروح بيهبطهم فبيعالج منطقة الالتهاب فبيرجع بيلتئم عندي المفصل وبيرجع بيصير عندي ليونة أكثر فيه لا متفاجئني بيقولك أنا عندي مشكلة صراحة بالمفاصل عندي وجع بركبي دايما عشان دايما واقف دايما بتحرك بسيني تجرب كل يوم الصبح معلقة معلقة الطعام زيت زيتون نعم عري أو إذا تريدك مع وجبة الفطور بس هي طبعا على معدة فاضية أفضل كل يوم وحتى أنك لا تضحك بس إدهن ركبك بزيت زيتون وعنجد لا أمزح عندي أنا جربتها طيب أنت تجربتها وعنجد ستستفيد عليهم سأجربها سأجربها سؤال ثاني هل زيت زيتون دخل أو مؤذي للناس الذين معهم ضغط؟ لذين معهم ضغط نهائيا ولكن يعتمد زيت زيت زيما دايما حكينا على الوزن تعرف أنه تسعين بالمية من الأمراض الننكميونيكبل دزيززين اللي إحنا من نحكي عنهم الأمراض اللي مش معدية الأمراض المزمنة اللي بننصاب فيها هي بسبب الأكل تسعين بالمية فكر فيهم كلهم واو 100% إنت شبت أكل شبك جسمك؟ بالضبط السكري بسبب الوزن الضغط بسبب الوزن الكوليسترول ومشاكل القلب بسبب الوزن والتدخين بالإضافة لالبدانة بسبب الوزن تراكم دهون منطقة البطن ومقاومة الإنسولين بسبب الوزن زيادة تراكم الدهون على الكبد وارتفاع إنزيمات الكبد بسبب زيادة الوزن 90% من الأمراض التي نحن ننصاب فيها التي لا يوجد عن طريق العدوى هو بسبب الوزن نخفف وزننا ويروح بمشاكل الضغط ونتعالج بزيت الزيتون بعد ما ضعفوا حتى يكونوا عملي قص المعدة لكن يخسروا وزنة تلك بي يروح من عندهم السكر وضغط ومشاكل القلب 100% تكويننا من الداخل هو شو نحن نفوت على جسمنا هناك معلومة كثير من هذه المرة قرأتها لطبيب أمريكي كان يحكي لك الفكرة ليس أننا نأكل ما نريدنا ونذهب إلى الجم يعني ليس أنت أمت كثير من الوزن ونذهب إلى الجم لا سيحرقوا الجم أبداً ليس بهذه الطريقة أنت شو فوتت على جسمك الجسم سيستخدمه كطاقة هو سيستخدمه لتوليد الطاقة شو من نوع الطاقة التي ستظهرها إذا كله دهون مشبعة ودهون تتراكم بمنطقة القلب وشريين القلب فبالتالي الطاقة التي ستنتجها أولاً ضعيفة ثانياً ليس بنفس الإنتاج وبالعكس استخراج الطاقة من هذه السعرات الحرارية الغير صحية يزيد من إنتاج الجذور الحرة عندي بالجسم فالأصح أنت 80% أكلك و20% طبعاً أساس الرياضة أنك تكون مكملة بالرياضة أعطيك ألف عافية الله يعافيكم شكراً 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 شكراً